على أمل أن يجد شريكة حياته يطرق هذا المواطن باب مكتب الأمل وسط مدينة رمالة حيث ارتبط هذا المواطن سابقا بإحدى الفتيات إلا أنهما انفصراه فوجد في هذا المكتب المختص بالتزويج وجهة له لعله يجد مطلبه هنا والله أنا سمعت عن فيه مكتب في مدينة رمالة بيكون بتوفيق بين الأزواج وبدل للتعرف لهدف شريف فسألت عن المكتب وأحكولي أنه هدف شريف وأنا جاي لهون وقابلت المسؤولة عن المكتب كنت خاطب وما تمش النصيب الفكرة المكتب أن معارفهم بيكون أكثر ويكون متخصصين بهذا الشغل هذا يمكن أنا بطبيعة شغلي يمكن ما احتكش بناس كثير يقول هذا المواطن إن هذا المكتب يساعد في حل مشكلات الكثير من الشباب والفتيات الذين يرغبون في إيجاد شريك لهم إن هذه الفكرة ممتازة وخاصة بوجود نسبة بنات عانسات وشباب عانسين فمين الأفضل يضل عانس هيك ولا يكون مكتب أو ناس تحتويهم وناس تعرفهم على بعض فكرة هذا المكتب الذي أسسته أمل أبو حجري نبعت من حاجة الكثيرين وخاصة الفتيات اللواتي يتقدم بهن السن ويتخوفن من هاجس العنوسة كما تقول وقد لاقى هذا المكتب إقبالا كبيرا من الجنسين ومن غالبية الأعمار منذ بدئه بتقديم خدماته قبل عدة أسابيع فكرة المكتب أجدتني من شغلي اللي هي صارت ظاهرة في المجتمع إنه في عنا صبايا كثير في المجتمع ارتفع سن الزواج عندهم والفكرة كمان اللي هي بتفيد الصبايا أكثر من الشباب لأنه الشاب دائما هو المبادر بالبحث عن فرصة الزواج ويقوم المكتب على استقبال الزبون والحصول على تفاصيل كالعمر والعمل والمكان والمواصفات المطلوبة في شريك الحياة على أمل أن يوفر المكتب هذا الشريك خدمات يحصل المكتب مقابلها على مبلغ مادي يصل لثلاثمائة شيقل في البداية ومبلغ آخر عند نجاح الزواج بين أي شخصين آلية شغل المكتب كالتالي بتم التسجيل عنا في المكتب لنفرض أجل شاب سجل عنا في المكتب بعطيني جميع بياناته عمره شو بيشتغل جميع الأشياء اللي بتخصه كمان بعطيني شو مواصفات الصبية اللي بيحب يرتبط فيها بس طبعا مش مواصفات شكلية تعجيزية يعني إشارة على الشكل هلأ في إحنا طبعا عنا مقابلات في المكتب ممنوع ما بصير صور عنا في المكتب ما فيه لما بدي أدل شاب على صبية بالتنسيق طبعا معها ومع أهلها بدله على بيتها وهو أهله بتوجهوا لبيت الفتاة عند أهلها بيشربوا قهوة بتعرفوا على بعض وإذا صار فيه كبول من الطرفين بتم الموضوع بشكل تقليدي بحث زي ما إنه شاب إمه تبحث له عن صبية سلم هذا المواطن كافة معلوماته هنا لينتظر مكالمة هاتفية بعد أيام أو أسابيع من هذا المكتب تزف له بشرة وجود العروس جهد قاسم تلفزيون وطن رام الله